أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام العدد جديد من حصة عين وحدث بعد أن نجحت الحكومة في ضمان رمضان هادئ نسبيا سواء على مستوى الأسعار أو من ناحية الوفرة فالمواطن لم يعيش خلال شهر رمضان الفارض جحيم الارتفاع الفاحش في العسعار كما عدناه في السابق ولم يعيش كذلك جحيم ندرة المواد وسعة الاستهلاك بعد أن تنفس السعداء خلال شهر رمضان قد يدفع ثمن الصاعي صاعين مع الدخول الاجتماعي القادم كل المؤشرات تشير إلى أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة سيكون ساخنا على غرار أيام الحر والقر التي تعيشها الجزائر هذا الفصل انخفاض كبير في أسعار الدنار ارتفاع ملفت لأسعار الدولار يقابل كذلك ارتفاع مماثل في أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق تدهور مخيف في أسعار البترول احتياط الصرف في تآكل مستمر والخزينة العمومية لم تعد تتحمل أعباء إضافية لشراء السلم الاجتماعي كما في السابق ونحن على بعد أيام من الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والدخول الدراسي وكذلك الجامعي وكذلك عيد الأضحى المبارك كلها مناسبات تستحق أو تستدعي مصاريف وتكليف إضافية وبالتالي العائلات الجزائرية دخلت في سباق مع الزمن تحضيرا لهذه المناسبات فكيف سيتصرف المواطن البسيط مع الدخول الاجتماعي القادم وكيف يمكن للحكومة أن تضمن دخولا اجتماعيا هادئا هذه السنة وهل ستتخذ الحكومة إجراءات للتخفيف من عبء الارتفاع الفاحشي في الأسعار أم ستترك المواطن يتخبط ويواجه لنفسه تدهور أو ارتفاع كبير في الأسعار هذا ما سأناقشه اليوم مع ضيوفي في الأستوديو يحضر معي الأستاذ في الاقتصاد أستاذ مولد حشمان أستاذ مرحبا بك ويحضر معي كذلك القيادي بحزب العموات سيد رمضان تعزيب سيد رمضان مرحبا بك شكرا ويحضر معي رئيس جمعية حماية المستهلك سيد مصطفى الزبدي سيد مصطفى مرحبا بك شكرا أستاذ مولد مولود حشمان أتكا أستاذ في الاقتصاد قبل أن ندخل ربما في الأمور التقنية في علاقة تدهور الانخفاض انخفاض أسعار دينار مع انخفاض ارتفاع في أسعار الدولار كذلك في ارتفاع فاحش في الأسعار المواد الاستهلاكية أنت تتجول ربما في الأسواق عامة للسائرين كيف وجدت أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طبعا تسوق صباحة هذا اليوم في أحد أسواق الجزائرية عاكسها وعطاني انطباع بأن فيه ارتفاع حتى في أسعار المنتجة محليا سعر الصرف كما هو معروف له تأثير على السلع المستورة طبعا الآن السلع اليوم كانت هذا الصباح كانت نوعا ما السلع الغذائية كانت مرتفعة طماطم 60 دينار السلطة الخضراء 80 دينار طبعا في منطقة بعيدة 100 كم على العاصمة هذه أسعار تعتبر مرتفعة المؤشر القوي على أن الأسعار المحلية تضررت بشكل مفرط هو سوق السيارات سواء السوق الجديد أو السوق القديم فأسعار السيارات طبعا قفزت قفزة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الانفتاح الاقتصادي في الجزائر نعم أستاذ مولود حشمان دائما نربط ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مع انخفاض سعر الدنار مع ارتفاع سعر الدولار ألتعتقد أن هذه العلاقة الآلية تسير بطريقة نظامية ومنتظمة في الجزائر أم أن الجزائر فوضى لا علاقة لها بهذه القاعدة الاقتصادية طبعا الفوضى آتية من عملية تصرف سعر الصرف بطريقة معناها بهذا الشكل سمح لأسعار الصرف بالانخفاض إلى هذا المستوى طبعا ليس إداريا لأن هذا السلوك اقتصادي طويل طويل المدى طبعا سلوكتنا هي التي خلتنا توصل إلى سعر الصرف متطور جدا سينعكس سلبا على أجر العمال والطبقة العاملة بشكل خاص ستتأثر أي يوم تأثر خلال الدخول المدرسي والجامعي القادم نعم سيدة رمضان تعزيبت أنت كبرلماني ممثل عن الشعب قيادة بحزب العمال تدافعون عن العمال تدافعون عن المواطن البسيط سيدة رمضان تعزيبت في بعض المؤشرات مخيفة في المرحلة الأخيرة تدهور أسعار النفط تدهور كذلك في أسعار الدنار ارتفاع في أسعار الدرار ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية نخفاض القدرة الشرائية تآكل احتياط الصرف كلها عوام المخيفة وعوام المؤشرات تخيف المواطن الجزائري البسيط فيه بعض الزيادة بتطبيق أو إلغاء المادة 87 مكرر ولكنها لم تكن في المسوى زيادات محتشمة دخول اجتماعي ساخن كيف ربما تعلق على هذه المرحلة أو هذه الأرقام هذه المعطيات التي يعرفها الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة شكرا سيارة رشيد أولا شكرا على هذه الاستضافة نحيي مشاهدين قناة النهار وننبلي ما كاش أي مبالغة بالشي اللي تفضلت به في تقديم هذا الحصة لأن اليوم أي مواطن ليتحدث لينا كحزب الأومال السؤال المطروح إلى أين تتجه الجزائر؟ إلى أين تتجه الجزائر؟ إلى أين تتجه الجزائر؟ مؤشرات إيجابية يعني في العموم الناس خايفين وعندهم الحق يخافون لأن أولا كان غموظ كبير في الساحة السياسية ثم كان تذبذب كان تناقضات في الطاقم الحكومي ما لا بلاش وين رايحين؟ تفضلت تكلمت اليوم على هذه المؤشرات الاقتصادية اللي كان من المفروض تفتح نقاش سياسي عام في بلادنا لأن من جهة الكل يعرف أن 98% من المدخول تعلمنا السعبة جاي من محروقات المحروقات إذن المحروقات خفض سعرها أكثر من 50% 60% يعني إلى أين تتجه الجزائر؟ عندما نشوف بعض القراءات اللي تقولوا ربما في السنوات القادمة القليلة الجزائر سوف تلجأ مرة أخرى إلى صندوق نقد دولي هذا الشيء مخيف وراهيب لأننا نشوفه في العالم كلما بلاد طاحت في المديونية كما طاحت في السنوات الثانية نفقد أي سيادة أي قرار سيادي اقتصادي أو سياسي دقاء إذا كنا ما نتحكمه هذا واقع أنا نتكلم أمام أسادي ذا في الاقتصاد سواء سعر البترول أو سعر قيمة الدينار أو الدولار أو اليورو هذا ما نتحكمه فيها ولكن قد نتحكمه في السياسة الداخلية ربما نتكلم على القدرة الشرائية ربما نتكلم على الضبط السوق على تسقيف يعني أسعار المواد ذات الاستهلاك الوسع نتكلم على القدرة الشرائية صحيح أن الأجور يلعبوا دور كبير ولكن تفضلت تكلمت على المدة 87 مكرر اليوم كانت تلاعب خطير بهذه القضية لأن رئيس الجمهورية قالها على الأقل ثلاث مرات في فترة زمنية صغيرة خلاص 6 شهور رأس العيدة مرات الاتحاد العام لأم الجزائريين لأم الجزائريين فرحوا بإلعاء المدة نهائية وليس تعديلها وعلى ذكر هذه المدة 87 مكرر سلطت على الجزائري من طرف صندوق النقد الدولي في سنة 1994 اليوم تخلصنا من المديونية الخارجية لازم تكونوا أحرار ولكن كانت تلاعب في الطاقم الحكومي من إلغاء صبحت إلى تعديل واليوم كانت غضب مشروع في أوساط العمال تلاعب من طرف الحكومي سيد رمضان حتى نضع نقاط على الحروف تلاعب ربما الوزارة التي أشرفت على الإلغاء المادة هي وزارة التشغيل نعم لأنه للاسف ليش هذه أول مرة ليش هذه أول مرة ستدير عدة مرات تأخذ قرارات ثم في التطبيق مسألة واحدة أخرى اليوم كان الناس مشهدين كروشهم هل سوف تتوجه الحكومة إلى التقشف التقشف كانت كلمة التقشف عند المواطنين سوف نحبسه دجا كان قرارات خطيرة عندما تحبس التوظيف مشكل عندما ما تكونش يعني كل الالتزامات تعالى الحكومة في سنوات الأخيرة كين تراجع في حين أن كين بذخ كين تسعيلات وكادوات وإعفاءات للقطاع الخاص المتمثل في الأوليغارشيا نعم العملة الصعبة لابد أن الحكومة تغير سياستها سواء في التحكم في السوق الوطني أو حتى في التجارة الخارجية لأن نجب أن نرجع لها في بعض الأحيان نستوردوه يعني تضخم نستوردوه عندما يكون تذبذو في الأسواق الدولية نجيبوها للجزائر ذلك اليوم الشيء المطلوب أن الحكومة يعني تخطط وتأخذ إجراءات جميل شجاعة باش المواطن ما يكونش ضحية جميل دعني أن توقف عند تخطيط الحكومة واتخاذ إجراءات شجاعة حتى لا يكون المواطن رهينة لهذه انخفاض الكبير في الأسعار دينار وارتفاع فاحش في الأسعار الموالي السهلاتية أستاذ مصطفى زبدي دائما نحن أمام وضعية صعبة سواء من طرف المواطن المواطن يعيش ارتفاع فاحش في الأسعار سواء كذلك حتى من ناحية الاقتصاد وحتى من ناحية الخزينة العمومية الخزينة العمومية لم تعود تتحمل أعباء إضافية بالنسبة لدعم المواد الاستهلاكية ربما أو زيادة في الأدور اليوم الجزائر شعبا وحكومة أمام وضعية صعبة فرضت علينا إجراءات ربما استثنائية في هذا الوقت بالذات دخول اجتماعي ساخن تصريف كثيرة تكاليف كثيرة بالنسبة للمواطن دخول مدرسي دخول جامعي عيد الأضحى المبارك على الأبواب سيد مصطفى زبدي أنتم كجمعية حماية المستهلك هل تتسوقون هل تمشون ربما في الأسواق لمراقبة لإعطاء أرقام للوزارة المعنية حتى تطلع على ما يحدث اليوم في الأسواق يعني كمكان يتكلم الأستاذ مولود حشمان ارتفاع فاحش في بعض المواد حتى غير المستوردة لو كانت المواد المستوردة ربما لو وجدنا عذرا اليوم ارتفاع فاحش في بعض المواد غير المستوردة والمنتجة محليا هل فيه تقرير ترفع للوزارة المعنية لطلعها بما يحدث في الأسواق شكرا على السؤال أنه الوزارة بصفة عامة يعني مطلعة على ما يحدث في الأسواق يعني من غير المعقول أنه ما كانش هناك بورسة للخدمات أو بورسة أيضا للسلع اللي رأي تتداول في السوق يوميا نحن تصلنا يعني من من ربوع الوطن تقريبا كل يوم حول بعض المواد التي يرى المستهلك أنه مبالغ فيها وأيضا في بعض الخدمات نعم احنا وش نقوله بفي هذا الأمر أنه الأمر يعني أصبح يعني وين أصبح المستهلك في ضيق أكثر مما كان عليه لما يتزامن شهر رمضان مع الدخول المدرسي والدخول الاجتماعي نعرف بأنه شهر رمضان هو يتقدم وبالتالي في هذه السنوات الأخيرة ثلاث أربع سنوات الأخيرة والسنوات اللي رأي جاية تكون شهر رمضان دخول الاجتماعي ودائما بعده بشهرين وشي كائن عيد الأضحى وبالتالي يمكن اعتبارها أصعب مرحلة تمر بها الأسرة الجزائرية من ناحية المصاريف فيما يخص الأسعار نحن نلاحظ والأسف الشديد زيادة هامة هامة في الأسعار خاصة الأسعار خاصة المنتوجات المستوردة وبما أنه حتى المنتوجات المحليتان المواد الأساسية رأي جي من المادة خام مستوردة فبالتالي هذا يعني يترتب عليه زيادات احنا نقول له وقلتها لك مرة لي فاتت أنه والأسف الشديد يعني إلغاء هذه المادة 87 وكرر لا نعتقد أنها سوف تأتي بالكثير بالنسبة المستهلك الجزائري في ظل يعني تدني قيمة الدينار يعني في الأسابيع القليلة الماضية سوف نشهد يعني بطبيعة الحال يعني تضخم سوف نشهد ارتفاع في بعض الأسعار وبالتالي مسايرة الفرض الجزائري بهذا الوضع سوف يكون صعبا جدا جدا إن لم نقول أنه سوف يكون شاقا عليها نعم أستاذ مولوذ حشمان هل تعتقد بأن هذه الحالة هذه الوضعية الصعبة التي نتفق عليها جميعا بالنسبة الحكومة وبنسبة المواطن ستستمر على المادة الطويلة أم أنها مؤقتة ربما قد يشتازها المواطن يعني يتحمل ويصبر تكليف العباء إضافية وارتفاع في بعض المواد يتحمل ويصبر ولكن هل تعتقد بأنها في ظل ما يعرف في الاقتصاد الوطني هل أنها ستكون حالة مستمرة في كل مرة ارتفاع في الأسعار إلى مال نهاية طبعا سنلاحظ جميعا أن هذا السلوك سيستمر بشكل مستمر وربما طاول أو متوسط الأجل لماذا؟ لأن التأثير كما قال الزميل الآن أن الأسعار طبعا حتى السلع المحلية فيه منتجاتها الأولية مستوردة من الخرد إذا كنتكلمنا عن الفلاحة نبدأ من البذور ثم الأدوية ثم الأسمية تقريبا كامل شبكة إنتاج هذه المواد الغذائية مرتبط بالخارج وبالتالي ما زال ما تعرضنش إلى الصدمة الحقيقية لانخفاظ أسعار العملة المحلية طبعا هذا سيكون له تأثير كبير ومستمر إلى أجل طبعا كما قلت طويل أو متوسط الأجل نعم أستاذ أو سيد رمضان تعزيفت لنتوقف ربما عند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المرحلة الأخيرة لمواجهة هذه الأزمة هل تعتقد بأن الحكومة هل ترى بأن الحكومة اتخذت إجراءات أو أن الحكومة لها تصور واضح المعالم لمواجهة هذه الأزمة أم أن حاليا الحكومة تتخبط تخبط عشواء لا نعرف في كل مرة إجراءات في كل مرة بعض الإجراءات هكذا الشكلية لا يوجد تصور واضح لأنه لا يوجد تصور واضح لمواجهة هذه الأزمة للأسف كان تذبط في سياسة الحكومة ونقولها بعبارة صريحة كان مجموعة مصالح كان لوبيات تكلم عليهم حتى وزير سبق عمار بن يونس لتضغط على الحكومة لكي لا تأخذ إجراءات لتمشي في الفايدات على الأمة الجزائرية ليس قضية إيديورجية نعطي لك على سبيل المثال نتكلمه على سنوات صعبة لأنه نخفض سعر البترول عندنا هذا رقم رسمي 50 مليار دولار تعليزين بولي ما دخلوش للخزينة العمومية 50 مليار هذا رقم رسمي 50 مليار دولار ما شين أعطيته هذا وزير تكلم به فقدنا 8 ملايار دولار جراء تطبيق عاقض الشاركة مع الإتحاد الأوروبي كرفعنا الحواجز الجمهوروكية درهم كينين وشنو ما كاش إرادة سياسية باش نحو نحوسوا عليهم علش نرفض اليوم كالأثرياء جدد في الجزائر كالناس للبس بهم علش ما نديروش عليهم ضريبة على ثروة ثم تكلم عنده الحق تفضل أخ دفاع المستهلكين رئيس جمعية عندما يتكلم على دور تعد دولار عندما تكلموا على ضبط السوق مايش كلام فرغ وش معانتها ضبط السوق أولا دولار لازم تلعب دور في التسويق لازم تلعب دور في تخزين المواد الغذائية كينقروا في الصحف الوطنية تم إتلاف يعني عشرات الأطلان من البطاطا في أضرار لأنها ما كاش ما عندهمش وين يخزنوها يعني في حين أنه عندنا إمكانية كيفاش نتكلموا على نخرجوا من التابعية من المحروقات بدون تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية سواء في زراعة أو في جهة اليوم تسعين مليار ستين مليار دولار تاع فاتورة الاستيراد هذه جريمة في حق الاقتصاد الوطني رأنا نجيبه يعني نرمي ودرهم كي نقول رأنا معنا تها الحكومة ورهي تتفرج عشرين مليون دولار تاع شوينجوم دا إمبورتاسيون خمسين مليون دولار دا إمبورتاسيون تاع تاع الموطارد ومن عرفوش نخدمه الموطارد من عرفوش نخدمه المايوناز هذه حاجة العجوزة في الدر تعرف ديرها نعم ما نقدروش إذا ما قدرنش ناخذوا إجراءات كما هذه ما نقدروش يعني نهفو نعم نقوله حوال جفار سيد رمضان رمضان تعزيد نعم كي تتكلم عن ذلك حق الأخ فقط برا نعم القضية على القدرة الشرائية ما يكفيش الأجر لازم الأجر يكون محترم ولكن الأسعار أيضا لازم يكون تحكي فيها سيد رمضان تعزيد في هذه النقطة ربما فتحت لي قوس حتى أتكلم على كلام الذي قاله سيد وزير تجارة السابق عمارة بن يونس قال بأنه مصالح بعض رجال مصالح هي التي أقلته من الحكومة أعتقد بأنه حقيقة وصلنا لهذه الدرجة نعم للأسف أكثر من هاش رجال مصالح تقليل وزير نعم أكثر من هذه مجموعات مصالح هذه ما نزمش نغطوش مصبو الغربان نسوك لتعرف سواء أن كانوا سياسين ولمواطنين كي ينتأثير تعريج الملو الأعمال في التعيينات في الطاقم الحكومي في الولاد على جميع الميادين هذه حتى واحد ما يقدر يتعرف منها على ذلك اللي نقوله اليوم الدولة في خطر كي تفضلت قدمت هذا الحصة درت انطبل ونوار يقدر واحد يقول هذا ويبلغ ولكن هذه حقيقة الدولة الجزائرية اليوم ما يرى في خطر لأن الشي اللي درناه في السنوات الأخيرة كي المكاسب نحن من كروش يكون أمور إيجابية كي المكاسب يعني حمينا بعض المؤسسات الوطنية قوينا نوعا ما المنتوج الوطني ولكن هذا التذبذب وهذه التناقضات نقدر يعني نكسر شميدناها في عشر سنوات نكسرها في سنة حتى لا نتكلم ربما كلام فارغ حتى لا نتكلم حتى نضع النقاط على الخروج لما نتكلم على رجال المصالح لأن نتكلم رجال المصالح تقيل وزير برتبة وزير في حكومة من اليوم من يتحمل المسؤولية حتى ربما حزب العمال يكون كلام واضح من يتحمل المسؤولية هل وزير الأول الذي عين هذا التقم الحكومي أم أنه رئيس الجمهورية هل في تواطئ مع هؤلاء مع رئيس الجمهورية ومع وزير الأول هذا نقاش سياسي من خافوش منه لأن للأسف وهذا وقع ويعترف به كل الأحزاب السياسية بما فيهم ليرون في السلطة اليوم المال السياسي طغاء على القرار السياسي أحزاب سياسية يضغط عليهم رجال المال والأعمال المجلس الشعبي الوطني يضغط عليهم رجال المال والأعمال وزير الأول يضغط عليهم رجال المال والأعمال يضغطوا رئيس الجمهورية يضغط عليهم رجال المال والأعمال رئيس الجمهورية مسألة واحدة أخرى اليوم الناس كل تعرف بليه كين حاشية كين الناس دائرين بيها ما لابنشو وش من المعلومة التي توصله وش من المعلومة التي لا توصله هذا وقع وبالخطورة بمكان أنا نقول حزب العمال يقول لأغنى مكسب تعني اشتقلال الوطني هو الدولة الجزائرية بتناقضاتها بنقائصها ولكن عندنا دولة اليوم هذه الدولة رأي في خطر لأن كان رغبة قوية لكي توظف كل مؤسسة الدولة ليس لأغنى بيتعشاب ولكن لكمشة من الناس تاريج المال والأعمال وهذا خطر خطر يخوف نعم الحكومة اليوم بدت أو أصبحت في خدمة كمشة من رجال المال والأعمال سيد مصطفى الزبدي دائما نتكلم على هذه الوضعية الصعبة بالنسبة للمواطن أنتم كحماية المستهلك الجمعية لحماية المستهلك ماذا تقترحون حتى لمواجهة هذه الأسعار أو ارتفاع الفاحش في الأسعار مع كلام الخبير في الاقتصاد يقول أن هذه الحالة ستستمر على المدى الطويل الخزينة العمومية لم تعود قادرة كما قلنا على تحمل كثير من الأعباء ولم تعود قادرة على دعم بعض المواد الاستهلاكية ماذا تقترحون ما هو الحل اليوم بالنسبة حتى نضمن قدرة شرائية محترمة للمواطن شوف نحن عدنا نظرة أوسعة لأنه قبل ما نضمن قدرة شرائية المواطن لابد أن نضمن الغذاء لأسف شديد سيد مصطفى زبدي إذا سمحت أسمع منك تتمت الجواب في الجزء الثاني من هذا النقاش المخرج قل بأنه تجوزنا الوقت المحدد بدقيقتين مشاهدين الكرام لا تغيروا القناة ابقوا معنا لنعودة بعد الفاصل عودة مجدد مشاهدين الكرام لمواصلة ومتابعة النقاش نعالج اليوم موضوع انخفاض أسعار الدينار وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ماذا عن الدخول الاجتماعي سيد مصطفى زبدي أنت كممثل أو كرئيس جمعية حماية المستهل قلنا ما هي الحلول الممكنة في هذه الظروف الصعبة سواء على المواطن أو على الحكومة كذلك بالفعل قبل ما تحطوا على القدرة الشرائية لابد أن تحطوا على الأمر الغذائي لأنه في الأوقات الحالية مع تدني مداخل الدولة أصبح أمننا الغذائي في خطر ما هي قدرتنا الشرائية في خطر وبالتالي نحن لازم نعود دائما إلى الإنتاج المحلي وهذه من الأمور التي كجمعية كنا من المبادرين ومؤيدين لها حتى أنها دخلت في استراتيجية الدولة ومشينا مع هذا الطرح كان أيضا أمور أخرى التي بفضلها يمكن أن ننمي الثروة الاقتصادية تاعنا وهذه الثروة لن تكون إلا بكبح كل ما هو مستورد لأنه كل ما يستورد حاليا راه يعرق الإنتاج الوطني وبالتالي نصبح دائما أتباع إلى كل ما هو مستورد وكان بعض المواد لبورسة العالمية يعني نزلت ومازالها في البورسة الجزائرية مرتفعة إذن لابد أن يكون قوتنا يعني ومكاسبنا واستهلاكنا محلي نعطيك واحد المثال يعني لو كان نقول لك ربما نخليك النهار قاعد ونت تفكر فيه وقينا مؤخرا في الأسواق بسكويت بسكويت يباع وكان نقول لك المصدر يعني منين يعني تحير كوسوفو كوسوفو يعني بسكويت في كوسوفو يباع في الأسواق الجزائرية الجزائرية لقينة الملح لقينة الماء كل نعم بقى كل هذه الأمور يعني تعجبوا وبالتالي أيضا لما نتحدثوا على ضبط الاستيراد هذه أيضا داخل في السياسة الاقتصادية الجزائرية التي سوف تعود بالفائدة على القدرة الشرائية تعمل ذلك كان أيضا وسائل الضبط عندنا الدواوين التي لابد أن تقومها بما يجب أن تقوم به في ضبط الأسعار وبتوفير المنتوجات النهار اللي تكون غائبة مش ما ترتفعش ونهار اللي تكون موجودة مش تخزنها كين بداء الأخرى بداء الأخرى قلناها ونعودوها مثل مثلا في مجال كما ذكر الأخ في بداية الحصة سيارات عليها هنا نستنى سيارات حق 100 مليون آخر سيارة ذوك حاليا في السوق الجزائري جديد أرى يدير 100 مليون عليها ما نرفعش الحظر عن استيراد سيارات القديمة تحفظت سنين منها أولا الخزينة العمومية ما تصرف حتى الضولار حتى الضولار لأنه ما سوف يتم اقتناءهم من طرف عامة الناس يرى هم بيناتنا لأجانب لزيميغري إلى غير ذلك ثاني حاجة تدخل الخزينة العمومية أموال يعني منضاربة ثالث حاجة هي سيارات أعمل من السيارات التي تباع في بلدنا كين بات الحلول نعطيك مثال واحدة آخر وربما الأخوة ما يشاطرونيش بصح ندفع عليه لما أنا هدروع عن غلاء الملابس الملابس للأسف الشديد والآن رأنا مع الدخول الاجتماعي والناس رأي تتأذب حقيقة يعني آخر فعش الحظر عن استيراد سيارات القديمة تحت سنين منها أولا الخزينة العمومية ما تصرف حتى الضولار حتى الضولار لأنه ما سوف يتم اقتناءهم من طرف عامة الناس يرى هم بيناتنا لأجانب لزيميغري إلى غير ذلك ثاني حاجة تدخل الخزينة العمومية أموال يعني منضاربة ثالث حاجة هي سيارات أعمل من السيارات التي تباع في بلدنا كيف ينبعث الحلول نعطيك مثال واحد آخر وربما الإخوة ما يشطرونيش بصح ندفع عليه لما أنا هدروع عن غلاء الملابس الملابس للأسف الشديد والآن رأنا مع الدخول الاجتماعي والناس رأي تتأذب حقيقة يعني آخر آخر عنصر بالتأذبالي صغيرة وذي ثمية 400 ألف كيف بلدان العالم يخدمون ما يسمى بلافري بري أو الملابس المستعملة نحن منعناها عندنا منعناها في الجزائر لأسباب اقتصادية وأتحدى أي كان يقول منعناها لأسباب صحية منعناها لأسباب اقتصادية لغاية الرهوث بالصناعة النسيجية وراه الصناعة النسيجية ما درنا ولو لماذا لا يكون هناك بديل هذا من بين الأمور التي نطرعها مع مراقبة صحية صارمة هذه كلها سوف تكون متنفس للمستهلك الجزائري في إطار إنعاش الاقتصاد الجزائري نعم تفضلوا سيد لو سمعت فيما يخص كل واحد عنده رأيه في هذه المسألة سواء تعلق الأمر بلافري بري نحن سندنا منع استيراد الملابس المستعملة أولا لظروف لأسباب صحية ولكن أيضا الدولة أنا ذاك صخرة زوج ملاير دولار للقطاع النسيج ثم نجيبه من توجات لتنفسه ذلك القضية تعلقودة الشرائية صحيح من جهة منعنا ومن جهة وخرى ما داناش شيلي لازم باش نعودون نعضو نعم هذه الوضعية يعني الساعة يقبروهم أحد الأوليغرشيين صدير الدولة كي تفقد الدواوين لتسمح لها باش تضبط السوق وتكون وفرة بلاكاليتي بلو بري واش من الأدوات اللي تبقى لها نعم ولكن قضية همة جدا كنت كلموا على الإزام بورتاتور وهذا تنقشنا مع عدد كبير من الفلاحين يعني كي يجي الوقت وين يجني ثمار تعسنة عمل الفلاح مثلا الواحد اللي عنده تفع ولا عنده الإجس ولا عنده منتوج آخر في الوقت وين يبدأ يروح للشجرة يجني واش خدم سنة كاملة الامبورتاتور يبدأ يدي شارجي في المن برودوين يعني يجي منافسة ما تسبرك غير منافسة شاريسة غير عادلة ولكن منافسة تدميرية للاقتصاد الوطني هنا نتكلموا على هذه اللي احنا سندنا رخصة الاستيراد لليسونس ديامبورتاتور لدرتها الحكومة في الأولى الأخيرة ولكن هل ستتوفر الإرادة السياسية كاملة باش حقيقة هذه اللي لليسونس ديامبورتاتور تكون وسيلة لضبط السوق ولحماية المنتوج الوطني سواء كان صناعي أو غذائي جميل جميل سيد يوسف ربط جميل وضح يعني الإنسان لما يتخذ قرار والإنسان يعني الحمد لله يعني نرانا في بلد والإنسان يعني 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 يعبر ويقترح لما الأخ أحترف أنه كان من الذين منعوا استيراد الملابس المستعملة وقال حطينا زوجهم لا يرضونها نعطيك سؤال فقط يعني واجه ومباشر نحن كلنا يعني نمروا للشارع ونخرجوا للشارع ونشوفوا يا هل ترى مظاهر الفقر ومظاهر الملابس البالية راهي كما كانت قبل ما تمنعوا استيراد لا ما كانتش في الوقت قبل ما تمنعوا استيراد الملابس القديمة نزقع كنت لابسها وما تفرقش بين الفقيري وبين الفقير نزقع عندها صبابة ومام لكوردوني ما كانوش يخدموا دراك لكوردوني ولو يخدموا علاه لأنه ما في الرافري بري كانوا يجوا من لابس قديمة إذن الإنسان لما يساند قرار لابد أن تكون عنده متابعة ولابد أننا أيضا تكون عندنا الجرأة أننا نقول أخطأ ساندنا مشروع ولم يأتي بثماره ولابد علينا الآن أن نصحي على الوضع أنا نظن المهضة الاقتصادية النسيجية لم تحدث إطلاقا دروها لم تحدث في كلمة صغيرة أنا نظن هذا نقاش أنا ما نظرش بالمواطن الجزائري طموحاته يعني تطلعاته باش يشري الملبس المستعملة تطلعات المواطن الجزائري باش تكون عنده خدمة صغمة حقيقية شهرية حقيقية وباش يلبس للبس كما هو كما نسم هذا مشروع سياسي مشروع إجتماعي دوك أنا نحوز كيفاش نرفع في في سقف المطالب وسقف تطلعات تكلمت على الأمن الغذائي أنا نقول اليوم قضية الأمن الغذائي في الحقيقة هي قضية أمن قومي طرح كشفنا في 2008 في الأزمة الغذائية العالمية كم من دولة أكثر من 77 دولة يعني صارت فيها تظاهرات تعلجوع لأن لسبب بسيط اليوم 10 ملاير دولار تاستيراد المواد غذائية في بلاد بلادنا ما نكذبوش على نفسنا بلد فيلاحي بامتياز قبل ما نكونوا احتحى حاجة أخرى بلد فيلاحي كيفاش كنا عاشنا صحيح كنا تحت عاقبة الاستعمار ولكن البترول جافتة وخمسين ما كانش قمل والجزائر يعني عندها تاريخ تاريخ كبير عشنا بدون البترول كيفاش اليوم كيفاش اليوم يعني ما عاد يعني هذا هذا البترول الجوانب الأخرى تعالى الاقتصاد الوطني متحكمين فيها اللوبيات أو كين كين تدهم نعم جميل سيد رمضان تعزيبت انتكلمت ربما على قطاع الفلاحة كنت وجه السؤال لأستاذ مولود حشمان أستاذ مولود حشمان فيما يتعلق بالاقتصاد فيما يتعلق بعلاقة النمو والإنتاج وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين هل تعتقد بأنه بعد 15 سنة تكلم البرلماني رمضان تعزيبت عن قطاع الفلاحة قطاع الفلاحة اليوم بعد 15 سنة بعد هذه التكاليف الباهضة مولاريون ومليارة تقريبا 800 مليار صرفناها على قطاع الفلاحة لازلنا نستورد كل المواد الاستهلاكية تقريبا المواد الاستهلاكية الانتاجية في الجزائل لا تزال تلبي الاحتياجات في الداخل تكلمنا على أمن غذائي اليوم نتكلم على أمن قومي نتكلم على النهوض بالاقتصاد يتطلب كما قلت في بداية الحصة يتطلب وقت ويتطلب إجراءات ويتطلب سياسات ورؤى على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد هتأتقد اليوم بأننا في هذه الوضعية بالذات اليوم في هذه الأيام ضيعنا فرصة على الأخل لنهوض بالاقتصاد ضيعنا فرصة لدخول جزائر ربما تخطو الجزائر خطوة إلى الوراء مدام أن كل هذه المصاريف التي صرفناها أرجعنا إلى الوراء لم نتقدم ولا خطوة إلى الأمام شكرا لك سيدي طبعا تعيش الجزائر وضعية صعبة ويجمع الكامل الخبراء بأن وضع الجزائر سيء للغاية سيء جدا يعيش تناقضات كبرى غياب رؤية رؤية اقتصادية استراتيجية بعيدة المدى كما كان يقول الزملاء معناها الجزائر تأخذ الآن في عملية تعطون ما ما عندناش استراتيجية بعيدة المدى تنديروا أكسيون ولكن نحتاج إلى شبكة من العمليات الاقتصادية التي تدفع بتنمية نحو التقدم وهذا طبعا ما سجلناش خلال هذه الفترة كانت عندنا لنا فرصة طبعا فرصة كبيرة بأن ندفع بالجزائر للخروج نحو غاد أفضل باعتماد سياسة فلاحية قوية المحافظة على القطاع الصناعي القديم ضيئنا ضيئنا صناعة بكل أنواعها ضيئنا صناعة الملابس ما كانش قضينا عليها كامل صناعة الأحذية قضينا عليها كامل بفتح بفتح أسواقنا إلى كل بلدان العالم كل مصانع العالم كل خردوات العالم لتلقي بفضلاتها في الجزائر طبعا هذا الأمر هذا لا يمكن أن أن يستمر إذا كان استمر فتبعا سجلنا سجلنا لكاتاستروف إنتعنا بأيدينا يجب سارعا إعادة النظر تماما إعادة النظر في السياسة الاقتصادية التنموية للجزائر بحذافرها تبدأ من محاربة الفساد من القمة ونزول إلى الأسفل حتى نقضي على كامل إذا كان ما قمناش بأمليات تصحيح سليمون حجمان فيه إرادة لا أعتقد بأنه إنه إرادة سياسية كان يتكلم سيد رمضان تعزيب عن الإرادة السياسية لا أعتقد أنه إنه 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 إرادة السياسية لما نتكلمه على وزير يقال من طرف أولياجرشية كما يتكلم سيد رمضان تاضيبي وتتكلم حزب العمكن ما يعتقد بأنه فيه إرادة سياسية من طرف رئيس الجمهورية ومن طرف الوزير الأول لأن الوزراء لم يعد لهم مكان لم يعد لهم القوة ولم يعد لهم السلطة لربما مواجهة هذه الجرشية المالية و tentar تتقدم به إرادة اليوم من طرف رئيس الجمهورية ومن طرف الوزير الأول لحماية الاقتصاد الوطني من هذه التصرفات حسب رأيي ونتمنى أن لا نكون حدا كثير طبعا هذا أمر هذه هي نتيجة هذه اللوبيات كلها نتيجة لسياسات الاقتصادية الموضوعة والمنفذة هي التي أنتجت لنا هذه اللوبيات الكبرى التي تكون هي أمام أي عملية إصلاح اقتصادي اجتماعي سياسي في المستقبل وبتالي لماذا؟ لأنها أنتجت في ظروف غير طبيعية كما الأعشاب وبتالي لا يمكن التحكم فيها بكل سهولة وبالتالي هي تكون عوض أن تكون آدات للتنمية الاقتصادية ستكون عبع على التنمية الاقتصادية جميل سيد رمضان تعزيب سؤالي سيكون مباشر ربما أتمنى أن تكون فيه إجابة مباشرة أنتم تتكلمون عن القرشية المالية تتكلمون على حداد مباشرة واتقولوا بأنه يسعى أو نتكلم على منتدى الرؤساء المؤسسات برجال الأعمال يسعى جاهدا للسيطرة على مفاصل الحكومة سيطرة على مفاصل السلطة في الجزائر من خلال هذا الزحف المال الفاسد على سيد رمضان تعزيب سؤالي الواضح أنتم تتكلمون على رجال المال والأعمال ولا تتكلمون على من يدعم هؤلاء رجال المال والأعلام فيه رجال في السلطة يدعمون هؤلاء فيه لما قلنا السؤال الذي كان موجه لسيد ملود حشمان أنه وزير لم يعود لديه السلطة لمواجهة علي حداد ولمواجهة القرشية المالية ورجال المافيا الاستيراد اليوم الوزير برطبة وزير لم يكن لديه هذه الاستطاع ولم يكن لديه هذه القدرة اليوم نتكلم فوق وزير هناك وزير أول هناك رئيس الجمهورية أنتم تتكلمون على علي حداد ولا تتكلمون على من يسهل الأمر علي حداد لتخريب أو تدمير الاقتصاد الوطني نحن أولا ما عندنا مشكلة مع أي إن كان نحن حزب سياسي نحن كنشوفوا حاجة لتفيد البلاد جميل المتبخة نمشوا معها كنشوفوا تظهر البلاد نوقفوا ضدها نحن شيء عادي أن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات يستقبل من طرف وزير أو من طرف وزير أول ولكن المشكلة وره يعني هذا الرئيس تعالفسيه يقدم في مشروع مجتمع كأنه حزب سياسي نتكلم على طبيعة الدولة الجزائرية يتكلم على ضرورة يعني نحبسه مع الإعانات يعني الدعم الدعم للمواد ذات الاستهلاك الواسع يتكلم على عدة حواج كي دي باس للسينديكات على الباترونة كما شفنا هذا النهار أنا كنت شاهد ونفتخر أنني كحزب يسير ما وش كشخص أنني ساهمنا باش ميديروش لوجنا مشتركة دائمة بين الفسيو والابيان يعني وقفناهم كنونوين يحطوا المجلس الشعبي الوطني تحت وصاية الفسيو ولكن من يسهل من يسهل الفسيو سيد سيد عمدان تعزيك نعم ناس ناس كلها يتبع كين مسؤولين كبار في الدولة عندهم تجربة كبيرة أعلنوا للأوليغرشية وقالوها على الملأ على الملأ مثلا رئيس ديوان الحالي قالها قالها تحية الأوليغرشية الجزائرية وهذا خطير بالخطرة بمكان لأن كلمة الأوليغرشية الناس يعرفوها كمشة من الناس تستحوذ على دوالي بالسلطة لصالحها لصالحها هو يقولها ويعرف المصطلح أنا أريد أن أضع النقاط على الحروف في هذه النقطة مدام تكلمت على مدير ديوان في رئاسة الجمهورية هل تعتقد بأن رئاسة الجمهورية تدعم الأوليغرشية المالية التي تتكلم عليها مدام قلنا أنه وزير لم يعد له اليوم لا أنا ذاك سيد لويز حنون قالت لازم يعرف يعني سيد أحمد ويحيا عندما يتكلم سكو يتكلم كرئيس حزب ولا كرئيس ديوان لأن إذا كان رئاسة الجمهورية يعني تتقسم هذا هذا الشيء اللي قالوا تحية الأوليغرشية الجزائرية هذا شيء خطير ونحن توجهنا لرئيس الجمهورية عدة مرات لحد الآن ما عندناش أجوبه ولكن سوف نوصل نظالين لأن رئيس الجمهورية مطلع على هذا الأمور سيد للأسف ما على بناش هذا الأمر يعني طال أمده والأمور يعني تذهب من الخطورة إلى الأخطر ولكن لو أحد يتقدم ولأحد يوقف هذا الزحف هل تعتقد بأن رئيس الجمهورية لديها هذا المعطا وأنها تساين هذا الأمر أنا دخل الدولة كينا وطنيين كيناس اللي يحبوا دي باتريوت اللي يحبوا بلادهم ما يخليوش هذه الأمور تتطور أكثر من هذا برسك ديجا هكذا أنا في خطر باش من نخرجوش من الموضوع تكلمنا على الفلاحة نعم فلاحة حاجة أساسية استراتيجية في كل بلد باختصار شديد باختصار شديد اليوم العقار الفلاحة رأي في خطر كي الناس باسم حرية الاستثمار يعني ديجا رأينا كسرنا البيطون كلا الأراضي الفلاحية مش فقط في متيجة دوك لازم نحميو العقار الفلاحة ثم مالغريتوليكو لتمدت للصناعة الوطنية ما زال عندنا صناعة غذائية لبس بها سواء عمومية أو خاصة يعني هنا باش شوف حزب العمان ما ندوش مشكلة إيديولوجي عندما يكون مؤسسة خاصة منتجة مرحبا مرحبا ما فياش إشكال وكن ما نقدروش نتجرؤو يعني ما نتجرؤو يعني ندعي أن نحميو الاقتصاد الوطني ومن جاء وحد أخرى نفتحوا السوق بمسر عاي ونكسروا المنتوج الوطني البورصة الدولية ولكن في الجزاء لا تزال تعرف ارتفاع بعد ارتفاع ارتفاع بعد ارتفاع أين الخلل أين المشكلة دائما نتكلم على هذا الارتفاع الفاحش في الأسعار قلت كما كنت تكلم مع السيد رمضان تعزيب أنه هذا الظاهرة امتدت وعلى مدار حوالي ثلث أو أربع سنوات الأخيرة ولكن لا أحد يتكلم تكلمنا على الأسباب تكلمنا عن الخلفية ولكن لم نعرف لحد الآن لم نحدد لحد الآن الأسباب لن نوقف هذا الزحف في ارتفاع الأسعار اليوم كنا نتكلم على أن الأسعار المواد الاستهلاكية المسترودة من خارج لها ارتباطات مباشرة مع أسعار الدولار وبرصة العالمية اليوم في البورصة العالمية بعض المواد الاستهلاكية انخفضت ولكنها في الأسواق المحلية لا تزال مرتفعة بل تعرف ارتفاع بعد ارتفاع والله يشوف وجهة نظر شخصية أننا احتمدنا نظام اقتصادي معين نظام الأسواق الحرة ونظام العرض والطالب وبتالي أصبح كل متعامل اقتصادي يضع الأثمان التي يريدها بحجة أو بغطاء السوق الحر هذا لا نراح فقط في المواد المستوردة نراح حتى في بعض الخدمات في الجزائر ربما عايشنا هذا كله تروح في نجال قهوة تلقاها بربعمية دينار ولا تلقاها أوملات بخمسين ألف وهذه أمور عايشنا نعايش فيها ولكن لما تتصل بالسلطات المعنية لأجل التحرك ولا حتى تتجه إلى المتعامل لأجل أن يكوننا عقلانيا في أثمانه نقولك هذا هو السوق الحر نحن كان بعض الأمثلة وين تدخلنا أعرضنا أن نأخذ بعض الإجابات الشافية حول هذا الاختلال الموجود في السوق الدولي وفي السوق المحلي تم إجابتنا شفاويا أن ما هو موجود في السوق المحلي هو مخزون فقط وبالتالي ما انخفض في السوق العالمي لم يدخل إلى السوق نفقة بقينا نراقب الوضع شهر شهرين ثلاثة ربعة ستة شهر هذا ما تم اقتنائه في تلك اللحظة على أن يعود بالفائدة على المستهلك فيما بعد لم نرح أنا نقول بالله يلزمنا أمور ضبط ليس فقط ضبط ما هو مقنن من أسعار كالسكر أو زيت أو غير ذلك من الأمور ولكن لابد أنا فقدنا البوصلة اليوم لا نستطيع أن نفعل شيء يعني أمام هذا الفوضى العارمة أمام هذا الزحف المتواصل على رجال المال ورجال الأعمال على مفاصل لا تقدم أننا اليوم فقدنا البوصلة لا نستطيع أن نفعل شيء لا 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 ما نقدرش جاوبك أننا فقدنا البوصلة لأنه اللي نقول لك أننا فقدنا البوصلة هو تحطيم أمال جميع المستمعين أو المسايدين نقول لك بلي كاين البوصلة رايش ويمدي رقلية ولكن لابد أن نتعاون كلنا لأجل إعادتها إلى اتجاهها الصحيح ما زال كاين أمل كاين حاجة واحدة أخرى حابتنا نطيف على الأخ فيما يخص الإرادة السياسية نحن لا نهتم بالسياسة ولكن في عملنا الجمعوي نشعر هل ترى هناك إرادة سياسية أم لا في الأشهر الماضية لما كنا نتحدث عن بعض المواد المنتوجات المستورة ده كنا شغل كما يقول لك المثال صلي ورفل صباطك وارب يعني نقول له بعض الكلمات ونعز الخبيط من فوق الآن والحمد لله بعدما لاحظنا أننا رايحين في رخص الاستيراد وتشجيع المنتوج الوطني بغض النظر هل ترى هو اختيار أم حتمية أوقينا أننا نعمل في أكثر أريحية وننتج بمنتوجات المستورة ده في غير محلية أعطيني فرصة لأطرح سؤال آخر على الأستاذ مولود حشمان حتى نختم النقاش أستاذ مولود حشمان اتفقنا ربما في هذا البلاطو البرلماني رمضان تعزيفت مصطفى زبدي حميرت مسالك أنتك خبير في الاقتصاد ربما مشاهدين الكثيرين أو الجل يتقاسمون معنا هذه الوضعية لنتكلم عنها أنها وضعية خطيرة تعيشها البلد في حالة ما إذا لم تتوفر الإرادة السياسية الغامضة التي لا نعرف إن كانت فيه إرادة سياسية أو ما فيه إرادة سياسية في حالة ما إذا تواصلت الأمور على ما هي عليه لأننا نتكلم على أن هذه الوضعية طال أمدها منذ حوالي ثلاث أو أربع سنوات ونحن نتكلم في كل مرة حضور بلاطوات في صحافة في كذا ولكن لا شيء تحقق في هذا الميدان ولا أمور ملموسة تحقق في هذا الميدان في حالة ما إذا تواصلت الأمور على ما هي عليه كم ستصمد الجزائر وكم ستصمد الخزينة العمومية أمام هذه الوضعية في حالة تقديرات أنت كأستاذ في الاقتصاد هل عندك تقديرات؟ أم تعطينا تقديرات في حالة ما إذا استمرت حتى تنبيه للحكومة تنبيه للمسؤولين المعنيين تقديرات في رأيك أم ستستمع الخزينة وتستمع الحكومة في هذه الوضعية الفوضوية التي تعيشها؟ سؤال صعب للغاية نحن حتى نختم ذهب من خطر تنبؤ ولكن هذا الموضوع يظهر لي صعب كثير وما نتمنى أن نشوف هذا النوع من السلطة نعم كذلك نتمنى أن نصل إليه ولكن حتى نعطي لسالة وضع حالي دائما ندعي ربي أن المسؤولين يحسوا بهذه الوضعية هذه لأنها ربما هي شعور طبعا أنا شخصيا عندي شعور قوي جدا كما الزمل هنا بأننا نواجه أزمة صعبة جدا والأزمة ليست أزمة اقتصادية مثلا كما اليونان ستعافى وستمر ولكن هنا وضعنا بحكم المجال الجيوستراتيجي صعب كثير ونواجه مخاطر كثيرة وخاصة أن أنياب الاستعمار الجديد والقديم ما زالت موجهة نحو الجزائر وبالتالي ندعو ربي أن المسؤولين يشوفوا إلى هذا البلد ويحسوا بإحساس الشعب الجزائري أن طموحات هذه الشعب تقتضي منهم أنهم يسمعوا له فقط ويعتمدوا على الخبرات الجزائرية ويأخذوا رأي الاستشارة الجزائرية ويبنوا بها اقتصاد قوي أول عمل تقدر تدير الجزائر لا تحارب للمستوردين لأننا نقول بلد استيراد استيراد لا يوجد استيراد استيراد نحن الآن المستوردين ربما كوننا قاعدة معطايات كبيرة منهم تعلموا عملية الخروج إلى الأسواق الدولية الاستفادة من الأسعار إلى غير ذلك نطلب منهم أنهم يصبحوا يتبدلوا من مستوردين إلى مصدرين ما نخرجهم مش من السوق شكراً لازم يضحي ويصبح مصدر نعم أسيد مرود حشمان نسأل في الاقتصاد نعم أطنيش تقدير على الأخذ منتمناش ولكن تقدير أسيد أعطي لي تقدير حوالي 6 شهر عام سوف نصف الزبدي ذكرني طبعاً لأن المخرج يقول لي خلاص الأخلاص أعطي لي تقدير في المرة الأخيرة قلنا دعينا إلى استقالة الحكومة فشفنا استقالة أنا أتمنى أن المسؤولين يغيروا من سلوك شكراً جزيلاً لك أستاذ مرود حشمان ينظروا إلى مستقبل الجزائر ومستقبل الأجيال وما يتركوش العالم شكراً جزيلاً لك أستاذ مرود حشمان لا يأمل في أن تصل الجزائر إلى هذه الوضعية كلنا كذلك لنأمل أن تصل الجزائر إلى هذه الوضعية وكله ولكن للأسف شديد أنه كل الخبراء كل المتتبعين متفقين عن الجزائر ذهبة إلى الحائط بهذه الوضعية شكراً وصولك سيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حمير المستهلك برلماني والقيادي شكراً لك شكراً لك سيد رمضان التعزيز مشاهدين الكرام بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية حصة عين وحدات كان موضوع عدد اليوم إن خفاض الدنار إن ابتفاع كذلك في أسعار المواد الإسهلاكية أي دخول اجتماعي قادم متابعة طيبة مباراة من جيقانة النهار ألقائكم غداً إن شاء الله السلام عليكم